أهلاً وسهلاً مشاهدين الكرام في هذه النشرة الإخبارية وهدى أبرز عنوانها بلاغ جديد لرئاسة الحكومة ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضاً لوزير العدل حول التقرير الأولي المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتقرير الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب يليه عرض وزيرة الاقتصاد والمالية حول أبرز المستجدات المزمع إدخالها على القانون المتعلق بمؤسسات الاعتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والقانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب لمعالجة أزمات مؤسسات الاعتمان المحتملة وحسب المصدر ذاته فإن مجلس الحكومة سيتدارس إثر ذلك مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الاستفادة منها والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقاً لأحكام الفصل 98 من الدستور